يواخد الإرد على ماله، بكرة يزول المال، والإرد هيتطور عادي في إنجلترا سنة 1809 اتولد تشارلز روبرت داروين في عيلة مسيحية متدينة، أبو طبيب وخبير مالي من الطبقة الرقية وجده من أشهر علماء النباتات أبو كان نفسه أنه يطلع دكتور زيه لكن داروين كان بيتأثر من شكل الدم وكان بيحب دراسة العلوم الطبيعية أكتر فأبو قرر ينقله لكلية المسيح بكامبريج علشان ياخد بكالريوس الفنون ويبقى كاهن عظيم في الكنيسة خلال دراسته تعرف على دكتور هينسلو مدرس علم النباتات وبقى أصحاب مقربين جدا من بعض وبعد ما خلص البكالريوس سنة 1831 هينسلو عمل معه حركة جدعانة ووصى أن داروين يكون من الفريق اللي هيطلع رحلة على سفينة ملكية انجليزية لمدة خمس سنين هيتم خلالها استكشاف العالم كله وكان شايف أن دي فرصة العمر لصاحبه داروين داروين كان بيستغل وقته وهو بينفز المهمة في رسم السواحل بأنه يعمل مسح جيلوجي ويدرس التاريخ الطبيعي لأنواع الكائنات ولأنه مش متخصص كان بيبعث المشاهدات اللي بيتوصل لها دي لعلماء الجامعة يسألهم عن رأيهم عشان يقدر يوصل لتفسير ولما وصلت الرحلة لأستراليا وشاف لأول مرة في حياته حيوانات غريبة زي الكانجرو وحيوان خلد الماء الفكرة اللي جات في دماغه إن فيه خالق تاني في الكون أوجد أنواع مختلفة ما كانش يعرفها قبل كده والفكرة دي اتحولت لفرضية أكبر مع ملاحظة ومشاهدة الطيور والحيوانات ومحاولة فهم أوجه الشبه بينهم وبين بعض زي الدب مثلا اللي بيقعد عند النهر يفتح بقه ويمسك السمك اللي بيتحرك والشبه بينه وبين الحوت اللي برضه بيفتح بقه علشان يكل السمك اللي قدامه وافترض إنهم طالما بيعملوا نفس السلوك يبقوا هما الاتنين من نفس العائلة أو الدب هو اللي تطوروا بأحوت وبدأت تتكون فكرة أكبر عند داروين إن الحيوانات وحتى الإنسان بيتطوروا من نوع للتاني وفقا لبعض القوانين وبدأ داروين يكتب ملاحظاته في مجلة علمية ومقالات بعنوان علم الحيوان في رحلة بيجل طبعا رجال الدين أول ما سمعوا الكلام ده هجموه وقالوا عليه كافر وملحد لأنه افترض عدم موجود خالق من ناحية ولأنه افترض شكل من التطور للكائنات على عكس ما ورد في الكتاب المقدس وزي ما تعودنا مع بعض خلينا نكون منصفين وتعال نشوف داروين قال إيه عن فرضية التطور وإيه هي القوانين اللي تبنت عليها النظرية اللي لو أثبتت صحتها ممكن تكون إشارة على صحة كلامه أول قانون معانا هو قانون الاستعمال والإهمال يعني إيه الاستعمال والإهمال يعني أعضاء الكائن الحي بتتغير بالدمور أو الزيادة نتيجة لإهمالها أو لكثرة استعمالها زي مثلا نمو واستطارة رقبة الزرافة لأنها كانت عايشة في وقت الأكل المتاح هو ورق الشجر ومفيش أكل موجود على الأرض فقعدت تشب 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 لحد ما رقبتها طولت طب سؤال هنا ليه بقيت الحيوانات اللي عايشة زي الغزال والبقر والمعيز والخرفان رقبتها ما طولتش طب والشجر مش الشجر علشان يجبر ويطول بيحتاج الأول إنه هو يكون شجيرات صغيرة طب ليه الزرافة ما كانتش بتاكل منها ولا هي يعني غوي تطور وخلاص طب الزرافات الصغيرة في السن كانت بتاكل إيه لحد لما تطول وتقدر تاكل من الشجر الكبير تاني قانون هو قانون توريث التغييرات المكتسبة يعني لما الأفراد بيكتسبوا صفات جديدة بيورثوها للجيل اللي بعديهم العالم جريج والمندل والعالم توماس مورجان دمروا الفكرة دي تماما في أبحاثهم فمثلا المسلمين واليهود بيعملوا ختان لأولادهم من آلاف السنين طب ليه الأجيال ما طورستش الصفات دي طب نساء بورما اللي بيحطوا حلقات ما عدا على رقبتهم علشان يطوروها بقى لهم زمن كبير بيعملوا الكلام ده ليه بناتهم ما بيجوش رقبتهم طويلة زي ما حصل مع الزرافة وعشان نقطع الشك باليقين العالم وايزمان عمل تجربة طويلة جدا جفرين قطع ديلهم وسبهم يخلفوا وأول ما خلفوا قطع ديل الجيل الجديد وسبهم يخلفوا الجيل الجديد خلف واستمر على كده المدة من 19 ل20 جيل وكل الفران كانت بتتولد سبحان الله يعني بديل عادي وما اكتسبوش الصفة الجديدة تالت قانون هو قانون البقاء للأصلح أو الانتخاب الطبيعي أو التنازع للبقاء وهنا دارو نفترض أن الصراع على البقاء هو طبيعة الحياة بيخسر الضعيف والأقوى والأصلح هو اللي بيقدر يكمل ويأتكاثر وينتشر وينتشر ودرب مثال على داب بعائلة الفيل الفيل متوسط عمره 75 سنة وفترة الحمل للأنسة هي سنتين تفتكر الأنسة الوحدة بتولد كام فيل خلال عمرها كله؟ 6 أفيال بس تخيل؟ العدد البسيط ده ليه؟ افترض داروين أنه لو فيه سرب من الأفيال عايش في مكان ما فالفيل القوي هو اللي بيقدر يسيطر على القطيع وبالتالي بيحصل على أفضل غذاء موجود فقوته تزيد في حين ان الفيل الأضعف فرسته في الغذاء هتكون أقل ويزيد ضعفه لحد لما يموت وما يتفضلش غير الأقوى والأصلح لو فكرنا كويس في الكلام ده هنلاحظ حاجة غريبة طول عمر الأرض ولادة ومليانة مخلوقات سواء مخلوقات نعرفها أو حتى مخلوقات لسه ما نعرفهاش والمخلوقات دي فيها القوي وفيها الضعيف فلو كان فعلا البقاء للأصلح فإيه سبب وجود مخلوقات ضعيفة لحد النهاردة ومنقردتش بالعكس ده الحفريات بتقول ان كان فيه زمان دينصورات على قمة الهرم الغذائي على كوكب الأرض كبيرة ضخمة قوية جدا ومع ذلك انقردت في حين ان النموس والذباب والبراغيت على الرغم من انهم الأضعف إلا انهم قدروا يكملوا لحد النهاردة وفي كتاب هل يبقى الصالح أم غير الصالح صفحة 40 قال البروفيسور الفرنسي إتيان غيبو ان مفيش حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي اللي بناء عليه بتزول المخلوقات الضعيفة وجاب مثال لحيوان الضب وقال ان فيه أنواع منه بتعيش في الغبات منها اللي بيقدر يجري بسرعة كبيرة جدا لأن عنده أرجل طويلة ومنها اللي رجله قصيرة ويدوب بيقدر يصحف على الرغم من ان النوعين عندهم نفس البنية الجسدية والتشريحية وبيأكلوا نفس الأكل وعايشين في نفس البيئة يعني لو كانت بتتطور علشان تتكيف مع البيئة فليه النوعين عايشين لحد النهاردة وليه منقردش منهم نوع وكمل النوع الأفضل زي ما دروين قال مثال تاني عن الفران فيه نوع من الفران الجبلية اسمها الجربوعة ودي عندها أرجل أمامية قصيرة وأرجل خلفية طويلة فما بتقدرش تمشي زي باقي الحيوانات لكن بتتنطط عشان تتحرك طب ليه ما طورتش نفسها زي باقي الحيوانات وبقت تمشي على أربع رجول وليه في حشرات كتير ما بتطرش على رغم أن عندها جنحة كبيرة يعني من الآخر الكائنات مش بتتطور علشان تتكيف مع البيئة بالعكس هي بتقدر تعيش في البيئة دي بالذات بسبب صفاتها اللي مخلوقة بيها وتعالى نفرد جدلا إن كلام دروين ده كلام صحيح طيب طالما التطور للأصلح هو القانون طب ليه مش كل الأرود اللي موجودة حاليا تطورت وليه الحمار مثلا من ساعة ما توجد على الأرض وهو أحمر وما تطورش طب من ناحية تانية المصريين القدماء برعوا فن التحنيط حنطوا بني أدمين وحنطوا حيوانات وحنطوا نباتات والكلام ده حصل من ألاف السنين وعلى فردية دروين خلال ألاف السنين دي المفروض يكون حصل تطور ولو بسيط لكن بنلاقي إن الحيوانات المتحنطة زي اللي عايش النهاردة ومفهاش أي اختلاف ونفس الكلام بالنسبة للنباتات وبالنسبة للإنسان وأخيرا العلم لا يؤمن إلا بالأمور المادية المحسوسة والمنهج العلمي بيتطلب إن يكون فيه تجربة قابلة للقياس أو المشاهدة عشان يثبت أي فكرة أو فرضية أو نظرية وخلال السنين الطويرة اللي فاتت مقدرش البشر يرصده أي كائن تحول إلى كائن آخر بالتطور خصوصا وإن في علماء متخصصين شغلتهم إنهم يرقبوا أي تغيير بيحصل لأي مخلوق على وجه الأرض طيب الكلام ده بالنسبة للحيوانات هل الوضع بقى مختلف بالنسبة للإنسان؟ بالنسبة للقانون ده الفكرة العامة عند دارون إن الإنسان والأرود اتطوروا من سلف مشترك يعني كان فيه مخلوق ما وتطور منه الإنسان والأرض وهنا خلينا ندخل في شوية تفاصيل علمية جسم الإنسان فيه 37 مليار خلية وحوالي 10 مليار خلية منهم فيها نواة وكل نواة فيها 46 كروموسوم 23 من الأب و23 من الأم ودول اللي فيهم الصفات الوراثية زي لون العين والطول ونوع البشرة وحتى بعض الأمراض الوراثية زي ضعف النظر والسكر وغيرها من الأمراض الكروموسوم الواحد عامل زي سلك التليفون بتاع زمان لو لبي كده وبيلف على حاجة اسمها هستونات وبعد كده بيلف تاني حوالي نفسه وبعدين يلف على الهستونات وهكذا وعشان أقرب لك الصورة أكتر لو خدنا كروموسوم واحد بس وفردناه هيطلع طوله 2 متر اضرب بقى 2 متر في 10 مليار خلية يعني حوالي 20 مليار كيلو متر يعني قد المسافة ما بين الأرض وما بين الشمس رايح جاي 100 مرة يعني لو لفينا الخيط ده حوالين الشمس يلف 4500 مرة تقريباً مع العلم إن الشمس سقد الأرض مليون مرة على الأقل وإحنا بنتكلم عن كروموسومات جسم إنسان واحد بس الشاهد إن الكروموسومات دي لو حصل فيها أي اختلاف ولو حتى في حرف واحد بس أو لو نقص أوزات كروموسوم واحد بينتج عنه تشوه ومش بيحصل بيه تطور والكروموسومات دي مش جمدات دي أعضاء حية يعني لما بتتجرح مثلاً جسيمات دقيقة جداً بتلف على الخلايا وتبدأ تطلب الشفرة الخاصة بإفراز الكولاجين في الجسم عشان تبدأ عملية التأم الجروح مصنع حية ويدقيق جداً أقل غلطة فيه تخلي كل المصنع دي يوقف تفتكر كل الدقة دي نجع بالتطور الدروينيين قدوا حياتهم كلها بيدوروا على الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين السلف اللي تطور منه هو والأرود واللي المفروض يكون فيها صفات الاثنين وطلعوا بعدد من الاكتشافات اللي قالوا إن هي دي الحلقة المفقودة إنسان جاوا وإنسان آفا وراما بيثيكوس وإنسان بيكن وأثبت العلم إن راما بيثيكوس هو نوع من أنواع إرد البابون ولسه عايش لحد النهاردة في أسيوبيا زي ما كتب دكتور جولي في أحد التقارير العلمية وبالنسبة للأسترالو بيثيكوس واللي اكتشف العالم دورت سنة 1924 واعتقد إن هو الحلقة المفقودة لأن شكل الجمجمة تشبه جمجمة الأرود والأسنان تشبه أسنان الإنسان وبعدين دكتور ريتشارد ليكي نشر مقالة علمية قوية أثبت فيها إن الأسترالو بيثيكوس هو إرد أفريقي ضخط أما بالنسبة للإنسان جاوا فقصته لها العجم في واحدة من العمليات الاستكشافية للحفريات لقوا في دايرة موحيطها 50 متر عظمة فغد وثلاث دروس وهنا أعلنوا للعالم إنهم أخيرا لقوا الحلقة المفقودة وبعد 30 سنة اعترف دكتور دوبيو إنه لما لقى الحفريات دي لقى معاها جماجم بشرية يعني البشر كانوا عايشين في الوقت ده يعني ما ينفعش تبقى هي دي الحلقة المفقودة قبل التطور وقال إنه كان عارف من البداية إن إنسان جاوا اللي ادعاه كان إرد جيبون مش مخلوق شبيه بالإنسان وبالنسبة للإنسان بيكن فعلماء الأنثروبيولوجي أكدوا إن مجرد إرد ضخط وفي دراسة إيل أند ميت كوندريال أثبتوا فيها إن الشامبانزي والوريلا ظهروا أصلا على الأرض بعد الإنسان وعشان نقفل بقى النقطة دي تماما بالعلم والعقل والمنطق أحب أقولك إن دكتور ريتشارد ليكي مدير عام المتحف الوطني في كينيا سنة 1972 اكتشف جمجومة إنسان عمرها 2.5 مليون سنة في حين إن الحفريات اللي اكتشفها العلماء التانيين أعمارها ممكن ما تكونش توصل لنفس الوقت ده لا ومش مرة واحدة ده تم اكتشاف جمجومة تانية من نفس العمر تقريبا في شهر يناير 2001 في استراليا وتكلمت عنها كتير من وسائل الإعلام الدولية وبرضو لو افترضنا جدلا إن كل الكلام ده ما حصلش طب ليه الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد مفقودة لحد دلوقتي بالعكس المفروض نلاقي منها ملايين الحفريات اللي تطور منها الإنسان والقرد أو نلاقي منها هي نفسها كائنات لسه عايشة لحد النهاردة زي ما بنلاقي القرد من ناحية تانية لو الكلام ده صحيح طيب ليه الإنسان ما تطورش على مر ملايين السنين اللي فاتت دي وليه ما فيش أي عضو في الإنسان تغير بأي شكل من الأشكال ولو التطور ده حقيقي والأعضاء الغير مستخدمة بتختفي طب ليه الرجال عندهم ثادي على الرغم من إنه مالوش أي استخدام وليه النساء ما عندهمش شعر بيغطي جسمهم زي الرجالة بالرغم من وجود الشعر في مناطق مختلفة في الجسم لما فشلت الدروينية القديمة في الرد على كل الأمور دي طلعت مدرسة جديدة اسمها الدروينية الحديثة واللي قالت لا لا يا جماعة الموضوع مش كده خالص تطور ايه وتكيف ايه وكلام فضي ايه لا خالص الموضوع مختلف الموضوع إن فيه طفارات عشوائية غير مقصودة بتحصل بالصدفة وهي دي اللي بتعمل التطور ده وده شيء بيحصل لكل الأنواع وكان من أشهر رواد المدرسة دي الباحث هوجدي فريس وبدأ يمشي وراء مجموعة من العلماء اللي أغلبهم كانوا إنجليز وأمريكان وحسب المدرسة دي فأي طفرة بتحصل بتروح على طول على الخلايا الجنسية عشان تنتقل للأجيال اللي جاية بعد كده تمام توكلنا على الله نفس الكلام اللي قلناه على مدرسة دارون لسه قائم هنا كمان يعني مثلا ليه الحشرات شكلها ما بيتغيرش من سعب ما تواجدت على كوكب الأرض ليه سمك السلاكانت اللي بيعيش في المحيط الهندي لحد النهاردة ما حصلش فيه أي تغيير من 400 مليون سنة ده حتى العلماء النهاردة بيسموه الحفرية الحية وغيره من الحيوانات زي الزواحف مثلا في عندك الزاحف النيوزيلاندي سيفوندون والرخو البحري نيو بيلينا والشجرة اليابانية جينجيكو وطائر الكزوار وحيوان الأكوندون والأمثلة أن النوع ده كتير جدا وحطت الدروينية الحديثة في مشكلة أكبر لأنها بتفترض أن كل الأنواع تطورت طيب اش معنى الأنواع دي ما حصل لهاش طفارات ولو هنتكلم عن الفكرة في حد ذاتها فمشاكلها منها فيها يعني مثلا لو الطفارات دي طفارات عشوائية غير مقصودة طيب ليه تطور لقدام مش بيحصل لورا يعني ليه الإرد يتطور يبقى إنسان بيحصل نتيجة طفارات طيب إيه سبب أننا نفترض أن كل الكائنات جاية من أصل واحد دروين كان بيتكلم من فردية أن التطور نتيجة الظروف والبيئة والحاجة للتطور لكن الدروينية الحديثة مش بتقول الكلام ده خالص وخلينا أقول لك كده على كام حاجة في السريع وسيبك بقى أنت وضميرك المدرسة الدروينية بتقول أن فيه ثلاث أنواع من الجنس البشري أبيض وصفر وسود النوع الأبيض هو النوع الأكثر تطورا أو العرق الأسمى واعتبر دروين أن جميع الأجناس البشرية في أي مكان غير أوروبا هي أجناس بشرية متوحشة لأن قمة الحضارة هي أوروبا وده يفسر لك ليه كان الغرب بيستعبدوا الأفرقة في فترات طويلة من التاريخ وكانوا بيتعاملوا معاهم على أنهم حيوانات بل بالعكس فبعض الأحيان كانوا بيتعاملوا معاهم على أنهم أقل حتى من الحيوانات الموضوع مش بس عنصرية ألوان ده كمان في كتاب أصل الأنواع لدروين قال بمنتهى الوضوح أن المرأة أقل تطورا من الرجل وأنها أقرب للغورلات منها للرجل المتطور حد يا جماعي نادي الفيمينست اللي هنا المؤمنين بنظرية التطور والدروينية عاجزين يشرحوا إيه هو أول كائن وجه منين بيقولوا أن الخلية الأولى جات من الجماد يعني من جماد لكائن حي ورد عليهم روسل والاس بأن الخلية الوحدة معقدة جدا ومش مجرد مواد كيمائية مع بعض ولو قدرنا نحل المكونات بتاعة الخلية ونرجعها مرة تانية مستحيل نقدر نرجعها حية وهتبقى خلية ميتة لأنها فقدت العنصر الخفي وهو سر الحياة يعني نظرية التطور سواء الدروينية القديمة أو الحديثة الأصح أن يتقال عليها فرضية عمرها ما كانت ولا هتكون حقيقة علمية ثابتة وأي حد يؤمن بيها أو يصدقها فهو مؤمن بخيالات مقدرش العلم أن يثبتها بل على العكس العلم نفاها نفيا تاما وللأسف بتتعرض الفرضية دي في الأعلام والأفلام والمسلسلات والصور والمجلات والإعلانات كما لو كانت حقيقة علمية ثابتة بل الأمر زاد لما بعض المستكشفين كذبوا وغشوا متعمدين زي ما قلنا لمجرد أنهم يثبتوا النظرية دي أو الفرضية دي عايز أقول لك أن دروين نفسه في كتاب وأصل الأنواع في الصفحة 412 قال بالنص إننا لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدد ومعين على هذا السؤال إذا ما عرفنا أننا نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا يعني إذا كنا عجزين أننا نجاوب على الأسئلة السهلة فإزاي هنقدر نجاوب على السؤال الصعب ده للأسف اللي باقي من فرضية دروين مش التطبيقات العلمية زي أي نظرية علمية لكن اللي باقي منها التطبيقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي استغلت عنصرية فرضية دروين فإنها تنفذ أجندتها وتفرق بين الطواقف والأعرق زي النازية والفشية والإمبريالية ونظم الاستداد والقهر والتخلص من الضعيف تحت دعوة حفظ المجتمعات الأرقى والأسما للأسف اللي تبقى من فرضية دروين اللي ادعاء من انتصاره على بقايا دور الكنيسة واللي ترتب عليه ضياع الأخلاق ونقل الناس لمجتمع مادي بحت واللي كانت سبب في موجات وموجاب من الإلحاد اللي سيطرت على الغرب النظريات اللي زي النشوء والارتقاء كانت السبب في الهموم الإنسانية شوية حكايات خرافية حد ليه مصلحة قدر يحميها ويقدمها للناس بشكل خادع وصعب جدا ندعي التطور والتقدم وفي نفس الوقت أكبر إنجازاتنا اختراعات هدفها تدمير الحياة على سطح الأرض وأي حد عنده أمانة علمية هيقول زي ما قال الفيزيائي هاوكينج الأحداث لم تقع بطريقة اعتباطية بل تعكس ترتيب ونظام أكيد وطالما أن للكون بداية واحدة أكيدة فحتما لابد من وجود خالق واحد وزي ما قال الدكتور مايكل بيهي على مدى الأربعين سنة الماضية اكتشف علم الكيمياء الحيوية أسرار الخلية وقد استلزم ذلك عشرات الألاف من الأشخاص تكريس أفضل سنوات حياتهم وقد تجسدت نتيجة كل هذه الجهود المتراكمة لدراسة الخلية في صرخة عالية واضحة حادة تقول التصميم المبدع والتصميم الذكي المبدع يؤدي حتما إلى التسليم بوجود الله لو أعجبتكم الحلقة اعملوا لايك واشتركوا في القناة أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة